سيادة النائب هل المسألة احنا عرفنا ولا معرفناش وهل كم من الأفضل تعرفه ولا الاعتبارات للوزير عشان كده ما قلقوش المسألة فيها ايه بالضبط هو طبعا الموضوع عشان برضو احنا مش عاوزين نبسطه ومش عاوزين نكبره تمام الموضوع كبير جدا بالنسبة للمواطن البسيط ولكن لما نيجي نتكلم على اصلاح اقتصادي للبلد فهي دي من ضمن الخطوات الاساسية للاصلاح الاقتصادي انا وحضرتك ومعظم الناس اللي موجودة اللي هي حاسة بالمتوسط الدخل او محدود الدخل او معدوم الدخل كلهم كنا منها تمنى ان يفضل زي ما هو طيب كم الدعم اللي بيدفع في البترول هو زي ما هو الدعم الموجود حضرتك عشان في البعض متخيل ان ده هيتاخد من الدعم يعني الزي ده عشان الدعم لا اولا ان البترول حضرتك اولا سعره البرميل بالدولار وحنا حظنا احنا ان الحمد لله ان البترول فترة الفاتد دي كلها كان سعره قليل ولسه مازال قليل ولكن في الاخر بيترجم الى جني مصري طول عمرنا كنا اغلى من السعودية في سعر البنزين او السولار النهاردة حاليك احنا بقنا ارخاص حتى بعد الزيادة وده ليست دفاعا عن الحكومة ولكن احنا بنقول احنا كلنا مصريين يهمنا ان الدعم يوصل لمستحقي في الاخر احنا كنواب احنا ممثلين للشعب اللي انتخبنا عشان نحافظ على حقوقه من حقنا زي ما المواطن في الشارع استاء والدايق من زيادة الاسعار لان احنا مفهمناش وكنا نتمنى ان يتشرح لنا من الاول عشان نبقى نعمل حتى استعدادات للناس ما نحددش المعاد امتى الزيادة وان كل اللي يهمنا ان احنا يهمنا ان احنا نقول قبلها بفترة ان هيحصل زيادة في البترول لكن امتى المعاد ده قرار رئاسة الوزراء وقرار سادة الوزير وقرار الناس المسؤولة عن القرار يعني كويس ان الوزير مقلكوش ولا فعلا فيه ديء داخل اللجنة ان انتم معرفتوش الطبيعي ان كل واحد فينا في لجنة الطاقة والبيئة انا مش بتكلم انا كالرئيس لجنة حضرتك كل نواب الطاقة والبيئة هم عليهم مسؤولية من تجاه ثلاث الوزارات اذا كان الكهرباء او البترول او البيئة فهو وضع طبيعي لازم هو يتخيل من جواه ان احنا لازم نعرف طيب او من باب المصارحة ان لازم الاولاء البرلماني يعرف نعرف بقى ممكن يكون الاسباب متقلتناش ليه حالك انت عارف احنا كلنا كمصريين لو احنا حددنا دلوقتي واحنا قاعدين وقلنا في زيادة في سعر اي حاجة بعد اسبوع كلنا الزيادة هتحصل بعد ساعة مش هلس سنة بعد اسبوع المشكلة مش في الزيادة بقى عملية متشار المشكلة الازمة اللي هتحصل مش موضوع زيادة حضرتك سيبك من اللي هيسر او من اللي هيعمل غلط انا بتكلم في ثانية حضرتك هتبقى فيه ازمة يبقى هنفضل عادين في ازمة لغاية المعادل اللي حددوه فما لهاش حل غير انهم يحددوا معا يعني ياخدوا القرار وهو على فكرة القرار اتاخد من مجلس الوزراء مش قابلها بكتير وما هواش دفاعا عن الحكومة لكن بردو نصرح الناس يعني المفترض الحكومة وهي بتعرض برنامجها على حضرتكم في الاول خلص قبل لما تدلها الثقة قالت دفق قرار في برنامجها ان احنا مستهدفين كذا 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 وهنرفع الدعم وده يحصل خلال خمس سنين على ما اتذكر فده كده كده هكين هيتاخد القرار برضو لازم نفهم المواطن حضرتك المصري ايه مصلحته ان احنا ننمي الاقتصاد المصري فالو خطوات وهي من ضمن خطواته زيادة اسعار البنزين زي تعويم الجنية زي كذا حاجة زي برضو شرحت الكرابة لما زادت ليه احنا عاوزين نوصل ان احنا نقف على رجلنا واللي يبقى عندنا ده حضرتك بدل ما هو يبقى دعم ده يبقى مساعدة فعلية مباشرة للمواطن محدود الدخل ومعدوم الدخل يبقى احنا وصلنا حريك في الاخر طب انا او حضرتك او اي واحد ركب عربية من العربيات الكويسة ادخل بنزينة وفول ليه العربية بالسعر الرخيص زي زي اللي جايب عربية 128 او 127 يدوبك عايزة توصله مشواره وترجعه يبقى ده اللي يدعم انا مدعمش وانا بقولها دايما الكلمة دي ودايما اقولها ليه بقولها بقول انا لو زاد البنزينة عن كده وزادت الضرائب على عربيات اكتر من كده انا اول واحدة هقلل العربيات اللي عندي لما هعرف البنزين هيوصل بسعره الرسمي زي بلاد العالم كله سعر الرسمي للبترول حداج ده هيبقى اللتر بدلار بره حداج في امريكا بدلار بوينت فور يعني بدلار واربعة من عشرة لما نيجي نتكلم في اوروبا بيورو تلاتة يعني حسب البلد من يورو لغات يورو ونص بس عارف يا سات النقاب وحداك بتشرح الوضع ده والمقارنة بدول العالم مستوى الدخل اختلف طبعا انا هرجع للحركة ولكن مستوى الدخل ده انا ما بتكلمش حركة احنا تمنى ان طبعا مستوى الدخل لمصر برضه وكل العاملين بمصر انه يزيد ولكن انا مش بتكلم دلوقتي كمستوى الدخل هناك وهنا انا بتكلم كسلعة دي حركة البترول في الاخر دي زيها زيها زي الدهب زي زي الفضة زيها زي اي سلعة في الدنيا السلعة دي احنا في الاخر بنجيبها حضرتك بكام يبقى لازم احنا نبقى عارفين احنا كمصريين احنا دعونا بقد ايه حتى لو بقى بثلاثة جديد ونص الاثنين والتسعين او بقى بمتين خمسة وستين قرش اللي هو السلار احنا مدايقين طبعا الوضع طبعا اي حد في الدنيا اي حاجة بتجيله زيادة يتفخح الوضع طبعا هو يبقى مدايق والزعلان طيب لمصلحة مصر ام لا لأ لمصلحة مصر